عقد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اجتماعاً مع الشيخ فيصل الهادي نائب الرئيس التنفيذي لشركة المراعي السعودية وعدد من مسؤولي شركة بيتي للصناعات الغذائية لاستعراض فرص توسع وزيادة استثمارات الشركة السعودية في السوق المصري وفي مستهل الاجتماع اشاد رئيس الوزراء باستثمارات الشركة في مصر ودورها في دعم استراتيجية الامن الغذائي مؤكداً الحرص على تشجيع الشركة من اجل التوسع في مشروعاتها بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة وكذلك زيادة فرص تصدير منتجاتها الى المزيد من الاسواق العالمية من جانبها اكد الشيخ فيصل الهادي نائب الرئيس التنفيذي لشركة المراعي السعودية اكد التزام الشركة بالتوسع في استثماراتها في مصر ترجمة نانسي قنقر